خلينا اقولك كده من ضمن الحاجات اللي انا شايف من وجهة نظري انه يتميز جيمس جان رئيس استوديهات دي سي انه دايما بيحافظ على التواصل المستمر معانا وده بقى سواء من خلال اللقاءات او الترويج والتسويق لمشاريع عالم دي سي زي مثلا دلوقتي كده معانا المسلسل الانيميشن كريشا كوماندوز وكمان بيرد على اسئلة المعجبين وبينفل اشعاعات الغلط او بيأكد الصحيحة منها ولكن زي ما قلت قبل كده في معظم الفيديوهات ساعات بحس ان جيمس جان بيغلط لما بيرد على اسئلة ما كانش لازم يرد عليها خصوصا على السوشال ميديا لان من الردود دي ممكن يحصل جدال كبير او تضارب في التصرحات ولكن بشكل عام انا شايف ان وجوده ناشط على السوشال ميديا وكمان في الترويج لمنتجات عالم دي سي هي في النهاية حاجة اجابية بشكل كبير جدا ده غير انه بيدي فرصة للصحافة او صنوع المحتوى يتكلموا معاه وده بشكل مش بالضرورة يكون في النهاية قصير زي اللي حصل في الفترة الاخيرة كده لما عمل بودكاست وغطيت لك هنا على القناة معظم التصريحات اللي قالها جيمس جان وبرضو في فيديو النهاردة هحاول ان انا كمل لك كده اهم التصريحات اللي قالها جيمس جان في البودكاست ده فخدنا اقول لك ان البودكاست هو كان يعتبر ساعة كاملة ومن اهم كلام جيمس جان برضو اللي ما قلتوش قبل كده انه كان بيبدأ كلامه عن السنتين اللي فاتوا وقالوا انهم كانوا صعبين جدا استنى الاولى كتب فيها حوالي 650 صفحة من السكريبتات واللي كانت خاصة بافلام زي سوبرمان وكريرشاك ماندوز وكمان بيسميكر اما بالنسبة للسنة التانية قضاها في التصوير يعني كان تحت ضغط كبير جدا في السنتين دول فبالنسبة للمسلسل كيريرشاك ماندوز قال ان الحلقات المفضلة عنده هي الحلقة الرابعة والاخيرة وطبعا مش محتاج بقى وضح لك ليه الحلقتون دولهم مميزين عند جيمس جان لان اعتقد كده وبشكل كبير جدا في الحلقة بتاعت التسريبات اللي اتكلمت حوالين التسريبات بتاع مسلسل كيريرشاك ماندوز وضحت لك معظم الاحداث اللي هتحصل معنا على مدار احداث المسلسل فمش عاوز ان انا اتكلم كتير حوالين ايه اللي ممكن يحصل علشان خاطر برضو محرقش عليك اي حاجة في احداث المسلسل ده وفي كده الاحوال يعني خلاص قربنا جدا على عرض الحلقة الرابعة واللي اكيد برضو هتكون حلقة ممتازة جدا ويمكن هنا جيمس جان يكون ماشي مسلا على نفس النظام بتاع مسلسلات الام سي يو اللي دائما كده بيكون عندهم الحلقة الرابعة في اي مسلسل بيتعرض بتكون في النهاية حلقة ممتازة طيب هنا كمان من كلام جيمس جان بيقول معنا كده ان قصة الاصل المفضلة عنده لكل الابطال الخارقين هي قصة باتمان قال ان هي اعظم قصة اصلة عملت في تاريخ الابطال الخارقين ومن هنا في البودكاست كانت الاسئلة متنوعة جدا من مواضيع جانبية الاخبار وشائعات او حتى تحديثات بخصوص الافلام اللي جاية فالاسئلة كانت بتنتين من حاجة لحاجة تانية وده خلى برضو اللقاء يكون ممتع ومليان تفاصيل طيب هنا كده جيمس جان لما كان بيتسيل على بعض المشاريع في الدي سي يو والا كان على رأسهم مشروع بوستر جولد والا لا يمكن يكون سبق وشرحت لك النوات دي على السريع في الفيديوهات بتاعت الاخبار جيمس جان رد وقال ان هما لسه ما وصلوش للمرحلة اللي يقدروا يشتغلوا فيها على المشروع لان من الاخر كده الاسكريبتات اللي تقدمت مش بالمستوى المطلوب او مش بالمستوى اللي هو عاوزه اكد انه مش هيبدأ اي مشروع الا لما يكون الاسكريبت جاهز وكامل وعلي الجودة وده شيء منطقي جدا لانه دايما بيقول ان الانتاج لاي عمل لازم يبدأ لما يكونوا جاهزين بنسبة 100% يعني نقدر نقول ان جيمس جان بيأكد على الكلام اللي سبق وقاله قبل كده من الاخر جيمس جان مش هيدي الدول اخضر على اي مشروع غير لما الاسكريبت بتاعه يكون جاهز بنسبة 100% بل كمان يكون عالي الجودة وبما ان هنا جيمس جان رئيس استوديهات دي سي بيأكد على النقطة دي فيعرف من دلوقتي انت فعلا هتشوف اعمال ممتازة في الدي سي يو طيب هنا بقى بخصوص قبول جيمس جان لدور رئيس استوديهات دي سي جيمس جان كان بيوضح معانا كده انه كان اصلا مستحيل يقبل الوظيفة دي لو ما كانش بيتر سافران موجود معان وضح كمان ان سافران هو المسؤول عن كل الامور الادارية اما جيمس جان فبيركز فقط على الجانب الابداعي وده زي كتابة الاسكريبتات ومساعدة الكتاب التانيين في تطوير افلام او كمان مسلسلات بالاضافة لتكوين العالم السينماء الجديد وخد بالك جيمس جان مش اول مرة برضي يوضح معانا النقطة دي قبل كده كان موضح معانا النقطة دي وقال في انه هو ما كانش عاوز يمسك رئاسة استوديهات دي سي وده لولا طبعا ان بيتر سافران قاعد يتحايل عليه طيب بعد كده بيوضح معانا كان حلمه اصلا يكون كاتب كسس مصورة بل كمان بيأكد معانا اكتر من مرة انه كان مهتم جدا بعالم دي سي اكتر من عالم مارفل والسبب انه كان شايف ان دي سي بتدي حرية اكبر خصوصا في الحاجات اللي لها علاقة بالالس وورلتس واللي بتسمح كده بكتابة كسس مختلفة وغير تقلدية سواء بقى كانت كوميدية او كانت كئيبة ومزلمة فالتصريح ده يمكن يكون بيوضح معانا نقطتين مهمين جدا انه وارد جدا بعد كده نشوف ان جيمس جون فعلا يقلف معانا كسس كوميكس ما تنساش ان كان قبل كده في خبر منتشر ان جيمس جون كان هيعمل كسة كوميكس لسوبرمان ولكن جيمس جون بعدها نفى الخبر ده فهنا مازالو في المستقبل فعلا القريب جيمس جون يعمل كسة كده كوميكس الخاصة لسوبرمان او ايا كان لأي شخصية تانية ولكن مش هنستعجل على حاجة زي دي وارد فعلا اي حاجة زي دي تحصل في يوم دقائم طيب تاني حاجة معانا كده جيمس جون فعلا واضح من تصراحاته ان هو مهتم بالالسوورلتس وبما ان هو حابب ان هو يقدم معانا قصص للشخصيات غير تقليدية فنقدر نقول بقى او ناكد الكلام ان انا اطولك في اخر فيديو هنا على القناة حوالين شخصية سوبرمان الاسود وكمان سوبرمان ريتسون ولكن برضو هرجع واقولك مش عاوزين نسبة الاحداث هنا كمان جيمس جون بيوضح معانا ان عالم دي سي يو مش بيتبني حوالين شرير كبير زي عالم مارفل اللي تبنى على شخصية سانوس في الانفليت ساجعة بل على العكس هو قال ان هم بيبنوا عالم مترابط مش مجرد قصة لها بداية وانهاية وزي ما اوضح قبل كده الطريقة اللي هيبني بها عالم دي سي يو هتكون شابهة لحد كبير جدا بعالم ستار وورز وقال ان هم بيركزوا على بناء عالم كامل مش مجرد قصة محورية وركز جدا في الكلام ده والكلام اللي لسه يتقال علشان خاطر من التصريحات دي بنعرف كده شكل عالم دي سي يو هيكون عامل ازاي من الاخر كده لو استوديهات دي سي فكرت في يوم من الايام ان هي تحط صورة الجاسس ليج قدام دارك سايد فنقدر نقول ان هم من الاخر هيعملوا زي مارفل وبيبنوا العالم حوالين الشخصية زي دارك سايد بدل سانوس الموضوع كان هيبقى تقليد واضح وده مش الاتجاه اللي هم عاوزين يمشوا فيه ومش عارب بصراحة هل جيمس جان هو كان بيرمي الكلام ده برضو على العالم السينما القديم بتاع دي سي ولا لأ لان زي ما احنا كلنا كنا شايفين ان المفروض كان العداو اللي ظاهر في الصورة هو دارك سايد ولكن مؤخرا عرفنا اللي كان ورا كل ده هو ريفيرس فلاش وليس دارك سايد فايا كان جيمس جان يقصد ايه ولكن الافضل فعلا ان احنا ما نمشيش برضو على الخطي بتاع العالم السينما القديم بتاع دي سي مش هقولك مارفل ونقدر نقول ان دي حاجة كويسة ان هم من الاخر كده مش عاوز يقلت حد بل بيشتغل على بناء عالم كامل وشامل يعني يكون مثلا في عندنا في جهة تانية هيكون عندك الجسس ليج في جهة تالتة هيكون عندك جسس سوسايتي اوف امريكا وفي جهة رابعة هيكون عندك فريق تين تايتنز في الاخر هو بيقدم لك عالم مترابط وفي نفس الوقت كل فريق او جهة ليهم قصصهم الخاصة وبعد كده كله بيتصل ببعضه مع الوقت انا مش عايز اقولك اكتر من كده ولكن تخيل معايا فعلا ان جيمس جان يقدم لك كل ده في عالم دي سي يو ولكن بالرغم ان هما فعلا هنا مش عاوزين يقرروا اللي حصل مع العالم السينما القديم وهم ان هما مثلا يقدموا جسس ليج قدام دارك سايد ولكن حابب اقولك برضو ان جيمس جان قال جملة حلوة جدا وهو من الاخر كده اكيد هنشوف في يوم من الايام دارك سايد وهو بيواجه جسس ليج بص خدين اقولك كده ان الجملة دي حرفان عملت لي يعني حاجة زي ايرور كده في دماغي لان جيمس جان مجرد ما قال الجملة دي اول حاجة خيالتها كده اللي حصل في الاعلام بتاع كريتشا كوماندوز اللي احنا مع الوقت هنشوف برضو اللقطات دي بشكل افضل كده في الحلقات اللي جاية من المسلسل وهو موت سوبرمان وستار فاير ومستر ترافي وعلى الجانب التاني بيسميكر واللي سبق وتكلمت قبل كده حوالين اللقطتين دول وقلت لك ان احنا ممكن نعتبر حاجة ز دي هي نايت مير زي العالم السينما القديم ومش عاوز بقى فاجأك بقى وقولك ان بشكل كبير جدا هنشوف الشخصيات تانية برضو هتظهر بنفس الشكل كده ميتة برضو في الرؤية دي لان اتضح معنا كل اللي عامل الكلام ده هي شخصية سيرسي زي ما قلت لك لان لفعلا لما جيت اراجع الاعلام مرة تانية وركزت في التفاصيل دي بشكل اكبر اكتشفت ان سيرسي هي اللي اللي تلهم هوريكوا رؤية للمستقبل ودي حركة شابهة لحد كبير جدا زي ما قلت لك كده ز سكارلي تويتش او واندا وقت ما خلت برضو ايرون مان او تونو ستارك يشوف رؤية المستقبل لفريق الافينجارز علشان في النهاية ده كله يخرج معه سؤال مهم جدا جدا وهو ماذا لو عالم الدي سي يو هو بيحصل فعلا كده في خط موازي بعيد عن العالم السينما القديم ولكن في النهاية العدو مشترك وهو دارك سايد طيب نرجع مرة تانية الفيديو بتاعنا لان انا بصراحة لو فكرت في السؤال ده او كلمت فيه كتير يعني هنطول ولكن خلاص ما علينا نرجع مرة تانية الكلام جيمس جون و ان احنا اكيد في يوم الايام هنشوف دارك سايد بيواجه الجسست ايج ولكن التركيز حاليا على بناء العالم مش انه يبقى كل حاجة محورية حوالين دارك سايد زي ما مارفل عملت مع شخصية سانوس ودي بصراحة انا شايفها ان هي حركة جويسة جدا من جيمس جون بعد كده بيتكلم حوالين فيلم سوبرمان بيكشف معانا كده اننا هنشوف اجزاء من قصة سوبرمان مستوحاء من عصر الفضة في الكوميكس وقال كمان ان فيه جوانب في شخصية سوبرمان او كلار كانت متى ع عملتش قبل كده لا في الافلام ولا حتى في المسلسلات زي مثلا سوبرمان اندرويس فده بيحمسنا نشوف الاتجاه ايه اللي الفيلم هيخده وهرجع تاني واقول لك جيمس جون مستحيل يقول الكلام ده غير لما يكون فعلا واثق ان هو يقدم معانا سوبرمان بطريقة كويسة بل كمان انت ما شفتش الشخصية دي بتتقدم معانا على الشاشة قبل كده بالشكل ده يعني كل حاجة لحد دلوقتي بيتأكد معانا ان فيلم سوبرمان القادم هيكون فيلم استوري واعتمنى فعلا ان ده يحصل برضو بيتك اتكلم حوالين الممثل نيكولوس هولد وسبب برضو وضحت لك الكلام اللي كان بيقولها قبل كده حوالين الممثل ده في شخصية جيمس جون هنا بيأكد برضو الكلام مرة تانية على الممثل نيكولوس هولد اللي بعمل معانا شخصية وقال من الآخر كده شخصية اللي تتقدم معانا في فيلم سوبرمان او في عالم الدي سي يو هتكون مختلفة تماما عن اي ممثل عمل شخصية إن كان في افلام او مسلسلات قبل كده من كلام جيمس جون بيوضح معانا انت فعلا لو اتفرجت على اي ممثل عمل شخصية في اللايف اكشن فاكيد في النهاية بتتوقع اكده ان ليكسلوسر اكيد هيتهزم ولكن الموضوع مختلف تماما مع نيكولوس هولد الممثل اللي بين معانا شخصية ليكسلوسر قال لك كده شخصية ليكسلوسر دي مش هتكون متخيل ايه اللي ممكن يحصل معانا بل كمان بيوضح معانا ان هو هبان في الفيلم وكمان في الدي سي يو كخصم قوى جدا لشخصية سوبرمان وده بسبب الزكاية بتاعه الشديد فمن الكلام ده وضح معانا كده ان نيكولوس هولد بالفعل شكلها هيعمل نقلة كبيرة جدا للشخصية دي وانا بصراحة متحمس ليه جدا وكمان متحمس لروية ليو سلين اللي بتقوم بدورها ريتشاد بروسنان علشان برضه اشوف هتقدم الدور معانا بشكل عامل ازاي وبدال جبت سيرية شخصية جري لانتن فخليني برضو اقول لك الكلام برضو اللي قاله حوالين الشخصية دي مبدأي انا وضحت لك قبل كده ايه اللي حصل ما بين ممثل راير نولز اللي كان بيعمل معانا شخصية جري لانتن في الفيلم القديم وما بين جيمس جون وقت ما مسك رئاسة استوديهات دي سي وقف الاول في الاخر كده موقف كوميدي حصل ما بينهم فخلاص تمام فجيمس جون بيوضح كده رغم ان الفيلم بتاع جري لانتن بتاع راير رونالز اتهاجم جامد وقت نزوله قال ان هو مش شايفه بالدرجة دي من السوق بل بالعكس شايف ان البدلة بتاعته بتاعت الفيلم كانت كويسة جدا جدا وان كمان شخصية سينسترو اللي عملها كده الممثل مارك سترونج كانت ممتازة جدا وبيوضح في النهاية فعلا بالرغم من ده كله الا ان الفيلم عموما اتع اعرض لهجوم كبير وقتها انا واحد من الناس اطفق جدا مع جيمس جون حوالين رأيه عن الفيلم ده لان انا مش عارف لحد دلوقتي ايه سبب الهجوم على الفيلم ده وسبب اتكلمت قبل كده حوالين الفيلم ده وقلت لك مش شايفه في صراحة ان هو كان يستيل كل الهجوم اللي حصل عليه يكفي ان هو قدر ان هو يقدم مؤسرات بصرية في الوقت ده بطريقة دي انت بتتكلم على فيلم كله يعتبر سي جي اي يمكن خلينا اقول لك برضو ان القصة بتاعت الفيلم ما كانتش افضل حاجة بس خلي انا نقول ان دي كانت البداية كمان ما تنساش انه كان في بوست كريديد سين بيماهد للي يحصل بعد كده ولكن للاسف بعد الهجوم الكبير على الفيلم ورنا برازرز افرت القصة دي تماما من الحاجات المهمة كمان في اللقاء ده ان هو اتكلم حوالين شخصية باتمان بتاع الممثل روبرت في عالم جيمس جون وضح معنا فعلا ان هو كان عاوز يدوم الممثل روبرت بشخصية باتمان في وفكر في الموضوع ده بشكل كبير جدا بس وضح ان شغله بيتطلب انه يفكر في كل السانوريهات والخيارات اللي ممكن تحصل وبعدها يختار في النهاية الانسب قال انه في النهاية قرر ان باتمان بتاع روبرت يفضل منفصل تحت مظلة ويبقى فيه باتمان تاني مخصص لعالم الدي سي يو فهو شخصيا شايف ان الكرار ده الافضل لان اسلوب باتمان بتاع روبرت وطريقته الواقعية ما ينفعش اصلا يتماشى مع السوبرمان الجديد بتاع ديفيد كورنسويد اللي هيبقى شكله اكتر شبه الكوميكس وعالم الخيال العلمي ولو بصيت برضو في النهاية تاني ان العالم ده والعالم ده مختلف تماما عن بع وده كان السبب الاساسي وراء الكرار ده فالحد دلوقت كده ولحد اللحظة دي نقدر نقول ان ده كرار وتقافل خلاص يعني كده المفروض يتقدم معانا باتمان جديد بممثل جديد في الدي سي يو واتمنى الفتر اللي جاي ما يطلعش اخبار تاني حوالين ان باتمان روبرت هينضم معانا للدي سي يو علشان خاطر احنا زهقنا فعنا من كل شوية يطلع خبر جديد طيب بعد كده جيمس جون بيتكلم حوالين الوتشمان جيمس جون قال انه مش ناوي يشتغل على اي حاجة لها علاقة بالسلسلة دي لانه عنده احترام كده كبير لعلى المور مؤلف الكوميكس الاصلي كمان اشار ان تكملة القصة جات من خلال المسلسل ان نزل قبل كده واللي كان مكتوب بواسطة اللي بالمناسبة هو نفسه اللي بيشتغل ككاتب في المسلسل اللي عن تنزيجين ووضح ان عنده علاقة قوية بيه وبيحترم شغله جدا طيب هنا كمان بالنسبة لخطط الاستوديو السنوية وعدد الافلام والمسلسلات اللي هنشوفها فبيوضح ان ده بيعتمد على عوامل كتير لو المشرو السينماي او التلفزيوني نوعه ايه فهل هو ضمن عالم دي سيو الاساسي ولا ضمن وكمان كمية المشروع والمحتوى اللي بيقدمه وبيضيف كمان على الكلام ده ان مش منطقي ان كل المشاريع اللي هتتعمل في سنة معينة تبقى كلها من تصنيف لان ده في النهاية هو قف تطور العالم الاساسي كمان من ضمن الحاجات الكوميديه اللي حصلت مع جيمس جان وقت ما كان بيتسيل سؤال فالسؤال هنا كان حوالين مشروع بين ولما جي السؤال ده جيمس جان سيكت وبصل الكاميرا وابتسم من غير ما يجاوم وده خلي كده نحس ان فيه حاجة فعلا بتتحضر لكنه مش مستعد ان هو يعلم عنها دلوقت وعشان خاطر يخرج من السؤال ده بدأ يتكلم عن الممثل ديف باطيستا وطبعا كلامه على ديف باطيستا وضحته لك برضو في الفيديوهات الاخيرة هنا على القناة اما بالنسبة للكلام الاخير فكان برضو كلامه حوالين الجاسس ليج فهو بيقول كده ان الجاسس ليج مش موجودة حاليا في الدي سي يو لكن اكيد هيتم تشكيل الفريق في المستقبل فجيمس جان كمان قال ان مع بداية السنة الجديدة هيكرر ان هيكون المشروع اللي هيكتبه او هيخرجه استنى اللي جاية ومن دمن المشاريع اللي ممكن بيكون بيفكر فيها في الوقت الحالي عندك فيلم زي سورتي وباتمان زي بريفين زي بولد ممكن مسلسل خاص بنايت وينج او مسلا زي هانترس وكمان فيلم ديس استروك اللي انا شايفه هيكون خيار مناسب جدا لجيمس جان او حتى كتابة فيلم لشخصية ولكن اللي بيشد انتباه اكتر في تصراحاته ان فيلم سوبرمان الجديد هيكون في حاجة شبه فريق واللي هيتمول من شخصية الفكرة شكلها مسيرة جدا ومستنين كمان ن نشوف ازاي ده ممكن يتم تقديمه في الفيلم ده وطبعا حاجة زي دي مش جديدة لان سبق قبل كده من وقت ما شفنا التسريبات بتاعت فيلم سوبرمان ووقت التصوير كل ده كان واضح معانا وضوح الشمس فهنا كده اكيد لما ينزل اعلان رسمي لفيلم سوبرمان هنلاقي نظرات كتير وهنطعمك اكتر في تحليل كل التفاصيل اللي هتتقدم معانا فده كده نقدر نقول انه يبقى بقيت اهم كلام جيمس جان في البودكاست ده واللي اعتقد عن طريقه عارفنا قد ايه ض خامة عالم دي سي و Прمست شرط واللي هو كمان مش شرط نشوف مسلا فيلان اساسي زي مسلا شخصية دورك سايد بل كمان ممكن تتوقع اي شخصية mooi تقيلة هتتقدم معنا في الفيديو في نفس الوقت cos الدين وهنا يمكنists يتقدم معاك دارك سايد laying دارك سايد يتقدم معك برينيارك يتقدم معك اي فيلان تقول من دي سي ودول كلهم هتنجوا تهديد في نفس الوقت للبعض وال Viriac وبس كده واحدنا نهاية الفيديو